بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم With a disk Disk يعني مكتب Next to it بجواره مكتب Disk خلصت الجملة بعمل full stop أبدأ جملة جديدة بحرف capital On the left On the left يعني على اليسار There is my sister's bed على اليسار سرير أختي In the middle In the middle يعني فيه وسط In the middle of the room وسط الغرفة there is an army chair يوجد كرسي army chair with two cushions and a big closet big closet يعني خزانة اللي نحط فيها الملابس big يعني كبيرة on the wall on the wall يعني على الحائط on the wall يبقى باستخدم العبارة دي لما اجي اوصف الغرفة بتاعتي on the wall على الحائط there are there are يعني يوجد للجمع there are lots of posters ملصقات of animals لبعض الحيوانات يبقى هنا البراجراف ده مهم جدا والمفروض يتحفظ المفروض احفظ الكلمات والعبارات والجمل دي يبقى دي اي حاجة مثلا طالب مني ان انا اكتب عن غرفة فانا هكتب طبعا استخدم العبارات دي on the right on the left on the wall next to بجوار draw your perfect bedroom يعني هترسم draw يعني هترسم هترسم غرفة مثالية بالنسبة لك include تتضمن او تشمل the items بعض العناصر from the box blue zen write three sentences about it هتكتب ثلاث جمل هترسم غرفة تستخدم فيها يبقى موجود فيها cushions وسادة bit serier closet قلنا اللوات lab disk مكتب posters ملصقات وهنكتب ثلاث جمل هنكتب ايه three sentences ثلاث جمل زي ما قلنا كده هنستخدم بعض الجمل من هنا ماشي يقول there is يوجد للمفرد اهي there is my bed يوجد سرير with a disk مكتب next to it on the left على اليسار there is my sister's bed in the middle in the middle يعني في الوسط يبقى هستخدم بعض الجمل الموجودة دي there is يوجد there is an armature يوجد كورسي there is an armature with two cushions there is a big closet a big closet دولاب كبير on the wall على الحائط there are lots of boosters of animals يبقى هستخدم جمل من هنا كده وجمل جميلة خالصة هنا بيعرفنا ان احنا برضو نستخدم العبارات دي قلنا on the right على اليمين on the left على اليسار in the middle of the room وسط الغرفة on the wall يعني على الحائط on the wall على الحائط what things make a perfect bedroom for you ايه الاشياء اللي خلت الحجرة بتاعتك بالنسبة لك مثالية او مفضلة بالنسبة لك for you هل هي بوسترز ملصقات فيديو جيمز تليفجن تلفزيون آآ كونفوتابل تشيرز كراسي مريحة look and read what is the same in all the words ايه الحاجة اللي هي تتطفق مع الكلمات دي كلها in the same لها نفس الحاجة on all the words في كل الكلمات لو انا لاحظت uncomfortable غير مريح unfair غير عادل unfriendly غير ودود unhappy غير سعيد unsafe غير آمن اللحظت الكلمات دي كلها فيها حاجة اسمها prefix حاجة اسمها ايه prefix يعني بادئة اهي الun اهي والun وهنا الun وهنا un وهنا un الun دي ماشي دي حاجة اسمها بسمها prefix prefix يعني بادئة بادئة باضفها قبل كلمة الأساسية او قبل الصفة الأساسية عشان تديني معنى جديد بتديني معنى جديد كلمة جديدة اوكي يعني comfortable مريح حطيت un دي بقت غير مريح اديتني عكس الكلمة un هنا اديتني عكس الكلمة عكس الصفة comfortable مريح un comfortable غير مريح un happy happy يعني سعيد ضفت يبدو غير سعيد هتطلها unsafe بقت غير آمن هنا بقى بيسأل بقول what what does the prefix un mean يعني ايه معنى كلمة un دي فهنا هقول لي he looks unhappy يعني هو يبدو غير سعيد equal he doesn't look happy يعني غير سعيد يبقى un هنا means بتساو not means معناها not the army chair is very uncomfortable يعني الكرسي ده غير مريح كد equal بتساوي the army chair isn't comfortable غير مريح يبقى u l-n لما بضفها قبل الصفة بتدي العكس بتدي opposite opposite لعكس الصفة match the words to their meaning للمعنى هنوصل الكلمة بالمعنى unfriendly unfriendly يعني غير ودود unfriendly المعنى بتاعها not kind to someone يعني غير لطيف مع شخص بسمها not kind to someone يبقى unfriendly أو الصلاة بif uncomfortable unfriendly يعني غير مريح unfriendly غير مريح something that doesn't feel nice شيء انت doesn't feel nice مش مش حسس بيه باللطف كده to sit on or wear on your body أو في الارتداء أو في الجلوس حاجة انت مش مرتح لها مش لطيفة فهتكتب unfriendly يعني غير مريح مع c unlucky unlucky يعني غير محظوظ unlucky يعني غير محظوظ اللي هي ايه something bad something bad شيء سيء happens to you حاجة حصلت لك سيئة وزاود بدون a reason بدون سبب حاجة حدث سيء حصل لك من غير سبب ده تبتبقى unlucky غير محظوظ unlucky يبقى لك وصلها ب e for unsafe يعني غير آمن unsafe غير آمن اللي بتساوي dangerous dangerous يعني خطر dangerous يعني خطر unhappy unhappy يعني غير سعيد unhappy غير سعيد اللي هي ساد ساد يعني حزين ساد يبقى unhappy وصلها ب ساد حزين unfair unfair يعني غير عادل unfair something that happens that isn't morally right or fair complete the sentences with the words in exercise 6 هنكمل طبعا الجمل دي طبعا هنكمل نهاية بصفات اللي لسه احنا اي لنا his cat his cat died ماتت last week الأسبوع الماضي he was very unhappy غير سعيد جدا هو كان غير سعيد جدا two i never sit in that green armature يعني انا ما بقعدش ابدا على الكرس الاخضر ده green armature it's very uncomfortable غير مريح غير مريح three don't go down the street يعني ما تنزلش الشارع don't go down the street in the dark alone تنزلش لوحدك في الشارع ضلمة alone لوحدك it's very unsafe يعني غير آمن unsafe غير آمن four that's very unfair ده مش عدل خالص you ate انت كلت everything كلت كل شيء and they didn't leave any for us وما سبت لناش حاجة five he is very unlucky هو غير محظوظ unlucky because بسبب he missed زا بس لأنه فاتوا القتوبيس she is very unfriendly هو غير ودود she is very unfriendly she never هي غير ودودة she never smiles ما بتبتسمش خالص or tries تحاول to make فرندس أو تكون صدقات language focus we use the best simple بنستخدم الماضي البسيط to talk about different things عن أشياء مختلفة زي something للتعبير عن شيء that happened once that happened once للتعبير عن شيء حدث زي تمر فيما مضى يعني زي i visited her house يعني زرت منزلها when i was five لما كان عندي خمس سنين برضو للتعبير عن إبا something that happened several times several times يعني عدة مرات عن شيء حدث عدة مرات في الماضي in the past في الماضي we went to my aunt's house at the beach every summer كل صيف يعني رحنا المنزل بتاع عمتي أو خلتي at the beach every summer كل صيف something للتعبير عن شيء that was true was true يعني حاجة كانت حقيقية for some time in the past في وقت ما في الماضي he loved living in his grandmother's apartment as a child يعني هو كان حب الحياة أو العيش في شقة جدته as a child وهو طفل تعبيرات with ago ago معناها منذ وبيجي قابليها فترة زمني وال I met here in the two years ago من سنتين اثنين ولينا قابلتها من سنتين اثنين underline the past simple verbs هنحط خط تحت الأفعال لزمن الماضي البسيط in the text في النص mark the regular verbis بR الأفعال اللي هي المنتظمة هنرمز لها برامز R and the irregular verbis والأفعال الشازة الغير منتظمة هنرمز لها برامز I my uncle يعني عمي أو خالي my uncle is a scientist عالم and loves animals وكان يحب animals الحيوانات when he was younger was هي أول فعل قابلني في الماضي was الماضي بتاع am is was والفعل ده غير منتظم يبقى أول حاجة هو الفعل في الماضي البسيط وفعل غير منتظم يبقى أعمل خط على was وارمز لها برامز طبعا اللي هو irregular أكتب I هنا يبقى تحت was ده أول فعل قابلني he traveled travel يعني سافر travel ده فعل ماضي برضو منتظم ed ولكن ده منتظم الأفعال المنتهية ب d ed ed d أفعال منتظمة يبقى هنا حط تحت خط عشان ده ماضي وكتب جنبه r ده regular أفعال منتظمة ألوط ساوس أمريكا أمريكا اللي هي أمريكا الجنوبية ساوس أمريكا اللي هي أمريكا الجنوبية يبقى سافر وهو صغير لأمريكا أصغر سنا يعني هو ايه في أمريكا الجنوبية for work للعمل he loved ماضي برضه love ده ماضي loved وطبعا قلنا من المنتهي b d e d i e d ده فعل منتظم يبقى هنا هكتب are حط تحت خط he loved it zir يعني حب العمل هناك because بسبب the people الناس where ده فعل ماضي برضه بس ده غير منتظم where very friendly كانوا وددون and helped him helped فعل ماضي منتبئ d i helped him with his work ساعدوه في عمله then ثم about three years ago من ثلاث سنين something frightened happened شيء مخيف حدث happened برضه فعل في الماضي البسيط منتبئ d يبقى عمل خط هنا وعشان ده فعل منتظم هكتب جنب r to him and he was وز برضه قبلتني تانا هو فعل غير منتظم ماضي he was lucky هو كان محظوظ he lived برضه ده ماضي to tell me about it ما زال على قد الحياة أنه حكى لنا ايه الحدث المخيف اللي هو حصل he was very interested in هو كان مهتم به howler howler monkeys اللي هو رود العواء and wanted to do some research كان عايز يعمل بحس عنهم عن القردة دي into their family groups في المجموعات بتاعت الأرود دي كان عايز يعمل عنهم بحس a local villageer villageer يعني أحد القرويين هناك واحد من أهل القرية هناك told him where there was a howler monkey family يعني عايز قال له على مكان العائلة الأرود دي نرباي بالقرب من and he was very happy وكان مبسوط جدا طبعا قلنا ووز من الأفعال الماضي البسيط very happy but the villager اللي هو الكراوي also said said ده فعل ماضي برضو said الماضي بتاع say ده فعل غير منتظم يبقى هنا هكتب آه جنب منه قال له tomorrow غدا we are going to have a lot of rain قال له على فكرة بكرة يبقى فيه مطرة مطرة كتير rain so it could be unsafe يعني ممكن تكون unsafe يعني غير آمن my my uncle set out to look for the howler monkey يعني انطلق بقى بسرعة عشان يشوف أسرة المجموعات بتاعت القرود he he was deep the jungle deep deep يعني عميق deep يعني عميق the jungle jungle الغابة jungle الغابة يبقى كده soon he was deep jungle يعني سرعان ما كان في ايه في اعماق الغابة he could hear the monks يعني ادر اسمع ايه اصوات القرود and he looked up وبص عاليا كده نظر الاعلى looked up نظر الاعلى he new new ماضي done ماضي new يبقى اعمل خط هنا و looked ماضي و كد ماضي he was very close to them يعني كان وعرف انه قريب منهم جدا then then rain rain started بدأت ده ماضي it was very heavy rain كانت مطرة غزيرة جدا suddenly was water المياه everywhere كانت المياه بقت في كل مكان and he couldn't see the pass لو ما عرف ش نقدر ش يشوف الطريق to go forward or back مش عارف يطلع للأمام او يرجع للخلف صاد اللي فجأة lots of water came came برضو ده فعل ماضي water came toward him يعني المياه كتيرا جات في اتجاهه and carried him carried فعل ماضي carried him away down to the river وبقى خدته بعيد في النهر he was very frightened كان خايف جدا صاد اللي فجأة he saw so ماضي الماضي بتاع see hand مرة واحدة شاف hand and someone was shouting كان يعني بينادى عليه it was the villager اللي هو الكروي he took uncle's hand يعني خد ايده took طبعا ده ماضي and said now you are safe انت الان امن my uncle was very happy indeed بالفعل we make the affirmative best symbol of regular verbis by ب طبعا بنحول الفعل في الماضي البسيط باضافة ed زي want wanted help help ضفت ed طبعا الفعل لو منتهي ب e زي die i بضيف له دي بس فعل لو منتهي ب y بحول y i وضيف ed بس لو اي لو قابليه حرف consonant حرف second when the verb ends in consonant and y يعني حرف منتهي بحرف second وبعد y بحول y i وضيف ed وانه زي carry carried irregular verbs are all different طبعا الافعال الشازة افعال غير منتظمة بتبقى طبعا مختلفة we have learned to the affirmative boss symbol of the h irregular verb زي come came eat eat go went known you meet met till told sit sit complete the sentences with the verbs in brackets in the boss symbol هنحول افعال للماضي البسيط طبعا when we went to sharm shaykh on holidays بدل go كتبنا went went meet we met some new friends قبلنا اصدقاء جدد new friends يبقى الماضي بتاع meet met she created a fantastic sculpture from the garbage create created فعل منتهي بإيه ضفتله دي بس وتحول للماضي we carry carry هتبقى carried carried y تحولت ل i وضفت l-ed طبعا ليه عشان y قبلها حرف consent قبلها حرف second يبقى we carried our heavy cases to the car his grandma went to as one last year العام الماضي yesterday بالأمس my cousin came to visit us am ابن عم my cousin ابن عم ابن خال came came to visit us عشان نزور نبقى الماضي بتاع come came make the sentences negative هنحول الجملة دي الجملة المنفية جملة المنفية هنبول هنبول traveled all over Egypt هو سافر في كل مصر طيب هنا travel أنا عايز أنفي الجملة دي لما انفي فعل في الماضي أنفي didn't أنفي ب didn't وبعد كده travel يجيب الفعل منه وأجيب الأصل الفعل يبقى لما انفي فعل في الماضي بنفي didn't وبعد دي الفعل بيبقى في المصدر يبقى he didn't travel all over Egypt to he ate he هو ate أم علي ان طنطة وأنا بقول لك أكل أكل اسمها أم علي ان طنطة فطنطة أنا عايز أقول هو مكلش يبقى أول هزي عايزان فانا الكلام ده يبقى he didn't يبقى لما انفي حاجة في الماضي أنفها بdidn't أقول he didn't ورجع ate لأصل الفعل هو eat يقول he didn't eat لأن didn't بيجي مع الفعل في المصدر سري they didn't come they didn't come يبقى لما يجي أنفي حاجة فعل أنفي في الماضي بنفي didn't وبعد didn't بجيب الفعل في المصدر